الله كرامي مسك وطيب الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب وإذا مضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب فسمعونا الصلاة على الحبيب اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجمعنا اللهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين طبعا أنتم مستعدين النهاردة أنا عارف ولسه مع أطوال الأنبياء عمرا النهاردة هنكمل مع سيد نوح ولكن النهاردة هنقف مع ابن سيدنا نوح لأن دي كانت فيها موعظة بليغة وقلنا قصة سيدنا نوح عبرها عن مشاهد وحلقات وراء بعضها كده القرآن يعني سبحان الله فيه براعة في القصص يعني حاجة غير يعني سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا كتابه حاجة عجيبة فالآية اللي معايا النهاردة الآية رقم 42 هنكمل فيها كما وقفنا في منتصفها في الحلقة الماضية قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه هي دي النهاردة بقى عنوان ونادى نوح ابنه وكان في معزل اللقطة الأولى ونادى نوح ابنه اللقطة الثانية عيش معايا المشهد وكان في معزل النداء يا بني يركب معنا ولا تكم مع الكافرين تعالى نوقف معدي الأول قبل ما ينقل الآن لبعدها يبقى سيدنا نوح ركب السفينة بسم الله مجرية ومرساها تجري بهم في موجن كالجبال سيدنا نوح نادى على ابنه كما قلنا النداء بصوت عالي الصوت عالي يعني يا بني ليه يا بني كلمة بني تصغير لكلمة ابن كلمة ابن دي كلمة كبيرة يعني مش الولد الكبير لا كلمة كبيرة لما تيجي تصغيرها تقول بني تمام ففي عندنا في اللغة حاجة اسمها تصغير تصغير يعني ايه تقول مثلا كتاب طب لو كتاب صغير تقول كتيب كلام جميل قلب تقول قليم التصغير ده يقتضي امرين في اللغة او اكتر يعني ربما التصغير يقتضي التحقير كتيب يعني ما لوش قيمة زي سيدنا نوح مصغر وقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارة اهو ديارة تصغير دار يعني يا رب لا تطلق دار كبيرة ولا صغيرة كله يبقى ربما تقتضي التحقير او التصغير وربما تقتضي الترحم والترفق وده اللي مقصود به النهاردة سيدنا نوح بيقول له يا بني انت كبير سنا ولكن في عيني صغير اسمعوا يا ابناء النهاردة اللقطة الاولى يا ولدنا يا ابناءنا يا بناتنا اسمعوا مهما كبرت او مهما كبرت فانت في عين ابيك وامك صغير يا ابني والله لو شنبك في وشك انت في عين ابوك وامك صغير اللقطات القديمة مش نسينها لك يوم مامتك كان بترضيعك ويوم الوالد كان بيشيلك على كتفه عزكم الله وتبول عليه اللقطات دي الاب والامة مبنسوهاش وكان بيعملوها بحب اه اما ليه بحب ومتعة كمان اه انا اعرف احد الاباء اسمعوا يا اولادنا شوف قيمتك عند ابوك كان ايه وعند امك كان ايه ما عليش سامحوني انا بتكلم بالعمية شوية عشان اوصل المعلومة دي متعمد يعني كنت عارف احد الاباء والد يعني اب يعني كان بينام وكان ابنه لا يحلو له النوم الا على بطنه الوادي تانيه يبكي يعيط 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 الطفل ده فابو ينام على ظهره وينيم الولد على بطنه يركب على بطنه كده يبقى بطن الولد لاسقى ببطن ابيه فالطفل ينام وايه ويروح في النوم يغط وطيطا يمخمخ يعني ومن شدة المخمخ على بطن والده كان يبول على بطن ابيه شفت بقى فكاتل ام تيجي تقول له يا ابو فلان او يا فلان الولد يقول لها سبيل حد ما يخلص سبيل خالص وانتو عارفين ان البول بتاع الصغار ده بيكوي اوعى تنسى اللقطة دي يا ابن انت مخدتش بالك منها وانت صغير لكن ابوك فكرهالك اوز فكرهالك مش بي مش بعتاب او مش بي اه مش بمن لا بحب والام عمراء ما تنسى يوم ما كانت بتقوم اعزكم الله تغسلك الازى ترفع عنك الازى نقولها كتاب العمية تغسلك البول والبراز وهي ايه مش متأففة وهي في قمة السعادة وتمسك كده الهدوم بتاعتك وهي عليها اعزكم الله البراز بتاعتك وتغسله بكل حب على قلبها زي العسل ولما تكبر هم مش عايزين منك حاجة الا قول الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فسيدنا نوحينا بقول له يا بني يا ابني التفسير بقى يا حبيبي يا صغيري يا ولدي يا فلزة كبدي ذلك ربنا سمى الاولاد صمرة الفؤاد اقبضتم صمرة فؤاده قبضتم ولد عبدي نعم يا رب اقبضتم صمرة فؤاده انت بالنسبة لابيك ومك صمرة الفؤاد ما حصل منك حتى يقوله ادعي على ابني واكره اللي يقول امين ونفس اللافظ ده اعزكم الله قالوا سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى برضو تصغير ترحم وترفق بس خد بالك شتان البون شاسع والفرق كبير بين ولد ابوه يدعوه للنجاح فيأبى وبين ولد ابوه يدعوه للذبح فيلبي اعق ولد في القرآن بابيه من اعق الاولاد في القرآن ابن سيدنا نوح ومن ابر الاولاد بابيه في القرآن سيدنا اسماعيل ابن سيدنا نوح ابوه يدعوه يقول له يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين رفض هنقوله دلوقتي نفسر الكلام دلوقتي لكن سيدنا اسماعيل ابوه يدعوه للذبح وبوضوح اني ارى يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اذبح ولا اعمل ايه قال يا ابدي الله الله ما قالش يا ابي برضو التأهنة تعظيم مش انت يا ابويا صغرتيني قلت يا بني للترحم انا بقى هكبرك شوف رد الفعل في اللحظة والتأو يا ابا تتأهنة تعظيم افعل ما تؤمر ما قالوش يا ابا تزبح افعل ما تؤمر يعني ايه يعني يا ابا لو فيه حاجة اصعب من الزبح ينفذها يا اسمعوا يا شباب اسمعوا يا بنات يا جيل النت والانترنت يا جيل الفيسبوك يا جيل السيوشيال ميديا يا اجيال التقدم والحضارة والتمدن اسمع اسمعوا ولد يدعوه ابوه للنجاة فيقب وولد يدعوه ابوه للذبح فيلبي اما ليه فكان ابن سيدنا نوع عاق جدا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم بر ابوه جدا بس فيه فارق هنا عايز اوقف معاه ايه الموضوع ايه الموضوع طبعا يا كلاب أمر الله وإيه اللي وصل ابن سيدنا إبراهيم لكذا الوعاء كل إناء بما فيه إيه ينضح لله ضر من قال إياك تجني سكرا من حنظل فالأصل فالأمر يرجع في المذاق لأصله فالشيء يرجع في المذاق لأصله إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لأصله يعني إيه الحنظل ده نبات مر جدا مستحيل تطلع منه سكر لإيه لأن الأصل الشيء يرجع في المذاق لأصله كل إناء بما فيه ينضح ما فيش إناء يبقى فيه مية وينضح بنزين ما فيش تانك سيارة يبقى فيه بنزين وينضح مية مستحيل أما ليه على الأصل دور عايش تقولي يا مولانا لما تجي تشوف ابن سيدنا نوح من أعقل أولاد بأبيهم في القرآن وربما يكون هو أعقل ولد في القرآن بص لأمه ولما تنظر إلى سيدنا إسماعيل أبر ولد بأبي في القرآن أنظر إلى أمه البون شاسع الأب واحد خد بالك ده نبي وده نبي ده أبوه إبراهيم نبي وده أبوه نوح نبي إنما المشكلة فيه في لوعاء شوف امرأة نوح وانظر إلى امرأة إبراهيم أم إسماعيل شوف ربنا يقوله في أم 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 ولد نوح يقوله ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح اللي معانا هي وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانت هما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين تخذ بالك الخيانة هنا بإجماع أهل العلم من السلف والخلف أنها ليست خيانة جنسية أو خيانة فراش لا 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 فما خانت امرأة نبي قط خيانة جنسية أبدا وما فجرت امرأة نبي قط إنما الخيانة هنا خيانة دينية فكانت امرأة نوح تصفه بالجنون وكانت امرأة لوط تدل على أضيافه من الذكور للذكور من قوم لوط لأنهم كانوا يأتونهم دون النساء كلام كده واضح فشوف أم والدة إبلي سيدنا نحرف بنا وليه فخانتهما فلم يغني عنهم من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين إنما تعالى لأم إسماعيل من المصرية الأصيلة العربية ارفعوا رؤوسكم يا أهل مصر افتخروا يا أهل مصر فإن أم إسماعيل منكم فأنتم أخوال العرب فتيجي مين بقى أم سيدنا إسماعيل الأصيلة المأصلة المصرية ستين هاجر اللي كان عندها من اليقين يعني بص يقين كبير أوي شوف لما أخذها إسماعيل إبراهيم بأمر من الله هي ولداء إسماعيل كان لسا إسماعيل صغير فزرعت في اليقين وما معها إلا طمرات قليلة وبعض من الماء في قربة ماء وجراب طمر فقط سيدنا إبراهيم وضعهم في مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء ولا بشر ولا أي شيء خالص بواد غير ذي زرع وطالما غير ذي زرع كلمة غير ذي زرع لخصت لنا طالما ما فيه زرع بما فيه مياه طالما ما فيه مياه بما فيه حياة ما فيه بشر طالما ما فيه بشر بما فيه حياة شوف الدقة القرآنية فقالت له يا إبراهيم فلم يلتفت يا إبراهيم فلم يلتفت في التالتة الست بدأت تشغل اليقين يا إبراهيم الله أمرك بهذا ما تعلم ما تعودناش القسود منك قال نعم قالت اذهب عنا فإن الذي أمرك لن يضيعنا اذهب عنا فإن الذي أمرك لن يضيعنا الست دي باليقين ده بالتقوى دي هي اللي خرجت لنا إسماعيل عليه السلام يجي أولي يا أبتي في الزبح افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين والست بتاعت سيدنا نوح الخائنة خيانة دينية هي اللي خرجت لنا ولد يقول إيه أيوة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فأنا بناديه هوت بقول لك قبل ما تناسب حاسب وعلى الأصل دور شوف مين هتبقى أم أولادك لأن دي المعون دي الأرض أيوة دي التربة اللي هتزرع فيها مهم جدا شوف أخوال أولادك هيبقوا مين واخد بالأسباب بقى وكله وإن كل شيخ الأخناه بقدر خلاص حصل غير ذلك ما أنا خدت بالأسباب ما ليش داخل لكن أنا أخد بالأسباب وبعد ذلك أتوكل على الله فكان سيدنا نوح زنبو إيه يعني لما تتجوز واحدة زي دي قدرك كده شوف ممكن لوح يقول أنا أخدت بالأسباب بس سمرات مجنناني خلاص قدرك كده يا عم خلاص ولكن لو يعني خليك صادق إني يا مع ربي فشوف وذلك أنا بقول اللي وصل ابن نوح لكده هي أمه واللي وصل ابن سيدنا إبراهيم لكده هي أمه فيا أمهات اسمعوني كويس النهاردة ويا أباء ركزوا معي النهاردة مش سيدنا نبي يقول ألا إن في الجسد مضغى إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب قوله مش قال كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصال الله الحبيب قلبك يا طيب أيه أهل يا مولانا طيب أنا بقول بقى ألا إن في المجتمع امرأة إذا صالحت صالح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله ألا وهي الأم الله يرحم أمير الشعراء أحمد شوق لما قال إيه الأم مدرسة أيوة ما ليه إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراقي يعني إيه نفسر الأم عبارة عن مدرسة جمعة متنقلة إذا أعدتها اهتمت بيها أيوة علما وتجهيزا وتأهيلا وتدريبا وتنويرا أعدت شعبا طيب الأعراق طيب لو لم أهتم بالأم لضع المجتمع فمهمة الأم الأولى والأساسية والأصلية هي تربية الأولاد وخد بالك هتخذ ثواب كبير وهتخذ أجر عظيم يالي ربتي ابن أو بنت حفظ القرآن أو حفظ القرآن يبختك سيب الأب يجري ويكفح ويجد ويجتهد عشان يساعد في ستركم وفي كفايتكم إنما أنت كأم ولادك هم زرعتك أيوة هم أشجارك تحاول معاهم وتربيهم على الكتاب والسنة وعلى اليقيم وعلى الثقة في الله سبحانه وتعالى يا أمهات ثوابك عظيم يا أمهات ثوابكن عظيم يا أمهات أجركن عند الله كبير أنا عارف والله أنت قاعدة حضرتك دلوقت وجوزك جنبك زوجك جنبك وأنا عارف أنت عايزة تقولي من جوة والله ما أنت شغلت بالك مني لأنا وقت بالي منك جدا يا حاج سواء كنت بنتي في مقام بنتي أو أختي أو أمي أو على رأسي من فوق كله كله على رأسي أنا حاسس بيك والله بتغسلي عارف وتطبخي والله عارف وتجاهز البيت والله عارف وافطر وغدى وعشى والله عارف وبغسل هدوم الأولاد عارف والله والضغط عليك الشديد والله عارف وشايف وبذكر للأولاد والله أنا وقت بالي جدا عارف بس كل ده عند ربنا كبير أجل احتسبيه عند الله ربي ابنك عشان ينفع الأمة ورب بنتك عشان تبني جيل جاي هو ده اللي أنا حبيه تقف مع النهاردة مع ابن أبوه يدعوه للنجاة فيأبه وابن أبوه يدعوه للذبح فيلبي والفرق إيه بين الأم أم زوجة سيدنا نوح وأم زوجة سيدنا إبراهيم وفخر لنا كمصريين إن زوجة سيدنا إبراهيم اللي بين ربناه المسأل السيدة هاجر من مصر من عندنا وأنبع الله لجزيرة العرب في مكة عين زمزم ببركة هاجر المصريين أما ليه لما أخذت بالأسباب بين الصفة والمروة أنبع الله لا عين الماء من تحت قدم إسماعيل فاتربى إسماعيل على اليقين فلما يجبه يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر هات هات يعني إيه أفضع ما عندك لو في أشد من الذبح يعمل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آل يا سيدي ونادى نوح بنه وكان في معزل يا بني اركب معنا شوف يا أخي رحمة الأب بابنه والله يا ابني مهما تعمل في أبوك أبوك بيحبك والله أنا بقولها مهما تعمل في أبيك أبوك يحبك وإحنا ما حسناش بدي أن لما تجوزنا وخلفنا ربنا يبارك في أولادنا ويرزق كل المشتقين بزرية الصليحة يا رب كان زمان والدي يقول لله يرحمه ويرحم جميع الأباء والأمهات يقول لي بص يا أحمد يا ابني يقول له نعم يا أبوك يقول لي كل واحد يحب يبقى أفضل من الناس كلها إلا ابنه يتمنى إن ابنه يكون أحسن منه الإنسان عايز يبقى أفضل واحد في الدنيا إلا ابنه عايز يشوفه أفضل منه فأنا أقول يعني إزاي فلما كبرت وتزوجت وأنجبت فعلا الواحد بيخاف على ولاده من الهوى وده سنة الله في الكون سبحان الله مهما ابنك يعمل فيك أنت سبحان الله في غريزة الأبوة وغريزة الأمومة دي الشديدة صعبة ولازم تبقى كده عشان الدنيا تمشي ونادى نوح ابنه وعايزك تتصور المشهد كده سيدنا نوح ركب وباسم الله مجرها ومرساها والمية بدأت تفور من الأرض ثم تنزل من السماء وسيدنا نوح واقف على باب السفينة بينادى على ابنه تصور المشهد الصعب ده يا ابني اركب معنا الحق نفسك يا ابني والله وكأني أحس بسيدنا نوح لأنه هو يبكي سيدنا نوح يا ابني يا ابني يا حبيبي يا ضي عيني يا روحي يا قلبي يا ابني اركب معنا وأنا أزعم ان سيدنا نوح حاول مرة واثنين وعشرة مع ابنه في اللقطة دي بكل ما قوتي من قوة يا ابني مش عارف هانقل منها والله من شدة الموقف ده يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين خد بالك ما قال لهش اركب معي انما قال له اركب معنا قال له يا ابني انسى دلوقت ان انا ابوك ومش مشكلة يا ابني ان انت ابلي تعالى بس اعمل اللي انت عايزه بس تعالى عايز انجيك بلاش تغرق بلاش تروح مع الكفار عارف الاب لما اب خايف على ابنه قوي 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 هي دي والابن مش فارع معها اي حاجة هي دي شوف الاب خايف على ابنه يا ابني اركب معنا اركب بس اركب بعد كده نتكلم واحد يقول لي ابنه يا ابني زاكر يقول له لما مش زاكر يقول له بس زاكر يا ابني ولما ربنا يسهل ان شوف نعمل ايه بس يا ابني شوف شوف الاب شوف الخف يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين القضية دلوقت يا ابني قضية كفر وإيمان مفيش يا ابني وقت عايز يقول له يا ابني مفيش وقت يا ابني قضي الأمر يا ابني انتهت القصة يا ابني ايه الحق نفسك شوف يا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه اخدوا بالكم من كلمة ابنه وكان في معزل منعزل عنهم يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين واقف على بسفينة ننقل على المشهد اللي بعد كده الأصعب يجي الولد يرد على ولده بكل وقاحة وبكل قسوة الآية رقم 43 سورة هوت قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يا الله الولد برد على أبيه ابن سيد ننح برد عليه بكل وقاحة بكل قسوة كل قوة بقول له قال سآوي مع العلم النبو قال له يا بني يركب هو هنا ما قالش يا أبتي سآوي لا قال سآوي أبو مش في دماغه أصلاً إنما هناك سيدنا أنا إلى جبل يعصمني من الماء طيب أنت لو فهم كده ما تقول له يا بني تعالى نأوي إلى جبل يعصمني أنا وإنت لكن برضو الولد أبوه مش فارق معاه في أولاد من دكتيري النهاردة مش لازم يبقى ولد كافر يعني ما فيه كفر جحود فيه كفر دون كفر صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله في واحد كفر بنعمة أبيه وكفر بمجهود أبيه وأمه ومش فارق وراء معاه لا أب ولا أم بس الخير موجود في أمة محمد إن شاء الله نواسق معلش في ظل المتغيرات والمؤثرات والسماوات المفتوحة والنت ومواقع التقاطع الاجتماعي مش التواصل إلا من رحمة رب يعني بيخدها التواصل بقى الأمر صعب أول بصراحة فما قال لش تعالقوا معي قال سقاوي يعني اهمني نفسي أنت مش فارق معي يا الله شوف الأب خايف على ابنه والابن مش فارق معه أي حك فابن سيدنا نوح ليه ناس فيه زيه النهاردة كده بس كفر جحود كفر نعمة مش معترف بخير أبوه ومه عليه نسي جميل أبوه ومه عليه قال سقاوي إلى جبل يعصمني ما قالش يعصمنا بقى من الماء سيدنا نوح رد بكل حنانة وبكل ود برضو يعني متمسك في ابنه وكل ده والناس كلها جوة والحيوانات والحشرات والطيور وكله وسيدنا نوح واقف على باب السفينة اللي هي الغواصة واقف والمية خلاص بدأت خلاص تفورة وخلاص يا ابني قال لعاصم أخر لقطة بقى ابن سيدنا نوح وابنه قال لعاصم اليوم كأن بسيدنا نوح قلبه بتقطع عينيه بتبكي استشد كده المشهد قال لعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يا ابني اسمع كلامي أنا عارف أن أباء كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي والأمهات بيقولوا والله بيحصل معنا ادعي لأولادكم بالهداية ادعي لهم ربنا يهديهم فشوف سيدنا نوح قلبه بتقطع وعينه بتبكي وأنا يعني كأني أحس به الآن وبيقول قال لعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يا ابني خلاص يا حبيبي عشان خاطر يا ابني يا ابني مشي ورايا في أباء كتير يعني بيقولوا كده لأولادهم ولادهم مش فرها معاهم هتشربوا من نفس الكاز فبر الوالدين دين ودين دين أمرنا به الإسلام دين أمرنا بالبر ودين سيرد إليك ذنبان يعجل الله لصاحبهما في الدنيا قبل الآخرة الحديث صحيح الباغي يعني الظلم والعقوق هتشوفوا على حياة عينك حبيبي ولذلك أي أب وأي أم يجي يشتكي من عقوق الأولاد أقول له بشوف كنت عامل مع والدك والدتك إيه إلا طبعا كل قاعدة ولها شواز خلاص هو سيدنا نوح كان عقب أبوه يعني ما حصلش لكن أحيانا القدر بيبقى له دور بأمر الله سبحانه وتعالى ربما يكون ابتلاء ربما يكون اختبار ربما يكون امتحان أو رفع للدرجات فما علينا إلا الدعاء نك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء قال سقاوي إلى جبني يعصمني من الماء الولد شغل إيه عقله اللي هي النهاردة شغل النت ودخل على جوجل عمل بحث وقال له يا أبا أنت دقة قديمة يا أبا أنت مش فهم حاجة يا عم ده أنا معايا ماجستير ومعايا دكتوراه ومعايا ده أنتم أنتم مش مواكبين العصر هو ده اللي عمله بلسيدنا نوح بالضبط وفيه ناس بتنفس الكلام ده النهاردة بحى زفيره وابوه يعيني متمسك بيه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ابن سيدنا نوح يحاوره بالعقل وسيدنا نوح يحاوره بالشرع والوحل ابن سيدنا نوح من جيل وابوه من جيل تاني بيبقى صعب جدا التقاء الأجيال تلاقي ابنك من جيل بعيد وانت من جيل قديم فما كانش ابنك يحترم هذا الجيل ويحترم هذه القيم ويحترم هذه المبادئ من صغره خد بالك عشان انت ممكن تكون الأب والأم هم السبب برضو هم السبب يعنيه ولذلك ورد ان بيقولك رحم الله والدا أعانى ولده على بره من صغره كده رباه على الأدب والاحترام كأننا زمان بناخده وإحنا في ابتداء مش فاكر ممكن يكون حد من جيلنا دلوقتي قاعد بيسمعني خدنا درس زمان اسمه النخلة المعوجة فاكرينها في نخلة كده مرسومة معووجة كده ايه النخلة المعوجة دي نخلة بتتزرع بتبقى شتلة صغيرة كده وتبدأ تكبر 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 فلما تبقى ميّله يا صغيرة تبدأ انت ايه بتشدها بحبل تربطها تسندها بتبقى لينة سهلة معاك انما لو انت سبتها معووجة كده عزكم الله يعني سامحوني هتطلع معووجة تيجي بعد ما تكبر خالص وتنزل البلح بتاعها لو عدلتها تكسر تبوز فانت ما تسيبش ابنك يفسد وبعد كده تيجي تعالج لا انت تعالج من الصغر وصدق من قال ربنا يرحم اللي قال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر يلزأ والتعليم في الكبر كالرقم على الماء هات حجر كده حتى ويقعد ويقعد اكتب عليه حاجات تلزأ شوف عارفين ولذلك يقول لك القدامي المصريين لما كتبوا على حجر رشيد ايو فبدأوا يفكوها بعد منذ سنوات قليلة شوف من كم الف سنة وهي مكتوبة على على حجر رشيد وإلى النهاردة الفراعنة كتبين ورسمين حاجات على الصغر لحد النهاردة وستظل هذه معنى التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالرقم على الماء تعال هات على على وش المية كده ايوة ويكتب كده خلاص اللي تكتبه يتمسح وراك على طول بس خد بالك من المعلومة دي نقصة كملوها بقى هذا اجتهد مني التعليم في الكبر كالنقش على الحجر التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالرقم على الماء إلا القرآن الكريم خارج القضية دي القرآن الكريم تتعلمه وانت صغير كويس وزي الفل طب لو تعلمته وانت كبير برضو تمام أي نعم فيه صعوبة بس تمام معظم الصحابة حفظ القرآن على كبر ونعرف ناس خاتم القرآن بعد ستين سنة فالقرآن له خاصية معينة القرآن له ميزة معينة فابن سيدنا نوح من جيل وسيدنا نوح من جيل تاني اللي النهاردة احنا عايشين المصادمات دي النهاردة مع أولادنا ابن سيدنا نوح بيشغل العقل سيدنا نوح بيستند إلى الوحي والشرع ابن سيدنا نوح واللي ماشي وراه جيل النت والإنترنت والسوشيال ميديا واليوتيوب والفيسبوك وتويتر والواتساب ابن سيدنا نوح مالوش علاقة بالقصة دي خالص بس انت كأب حاول تعيش مع ابنك حاول تصاحبه عارف اللي بقول انكبر ابنك خويه أيوة بالضبط قرب منه بهدوق بدون تعنت وبدون ترصب للخطأ طب من اللي كسب في الآخر بقى ابن نوح بعقله ولا نوح بالشرع والوحي جيل ابن نوح ولا جيل نوح نفسه اللي كان المكسب في النهاية للأب هو وحالة بينهما الموجه فكان من المغرقين فالنهاردة انا بقول له كل اب وام بيسمعوني في ناحية وكل ابن في ناحية او بنت او نفس القضية بالضبط الاب والام يجي وقل لي ابنه زاكر اللي بيزاكر وخده ايه يا ابن دربوك دكتور عملت ايه يعني بالدكتور او بتحتك نفسه نفسي شوف او انت بتشغال زي ابن سيدنا نوح بالضبط هو انت مش كافر اه مش كافر بالله سبحانه تعالى لكن انت كافر بوالدك كافر بالنعمة بتاعتك كافر جحوت الام تقول لي بنتها يا بنت زاكر اللي زاكره خده ايه هنعمل ايه ما زاكرتش انت ليه واحد ابو بيقول له يا ابن زاكر عشان تبقى دكتور قال له انت ما طلحتش دكتور انت كمان ليه الله انت عارف ظروف والدك كان ايه يا ابني ده انا بنادي على الجيل اللي موجود دلوقتي اولادنا يا ابني انتو عايشين عايشين ايه احنا معاشنهاش واحنا برضو عيشنا عيشة اهالينا معاشوهاش رغم ان في تقدم ومدنية وخير بس مفيش بركة مفيش بركة كان في جينا ايامنا واحنا في الابتداء وعداد والسنة والكلام ده والجامعة مفيش لا نت ولا انترنت ولا سوشيال ميديا ولا جوجل ولا كلام من ده كنت الدنيا ماشى زي الفل وبنذاكر من الكتب والدنيا فل وكننا حفيزة بمعنى الكلمة ازهر بقى انا خريج قصول دين ازهر فكنت حفيز بصراحة فهم يقول لك لا طريقة الحفظ لا طريقة الحفظ اللي وصلتنا يا عم انا مقتنع بكتب طريقة الحفظ اللي جعلتني النهاردة اقعد قدامكم النهاردة واقول اللي انا بقوله ده فقول لك لا ده اين عم ماشي عايزين نفهم عايزين فهم ماشي بس الفهم مش هيجل مع الحفظ برده طريقة التلقين كانت مهمة جدا التواطر نعوده تحت رجلين مشايخنا ونعوده تحت المنابر كده تحت ارجل العلماء الربانيين الكبار ونتعلم ونشوف انما النهاردة مفيش جيل بيحترم جيل مفيش ابن بيقدر والده ولا والدته الا من رحمة ربي دي اللي حبيت اقف معه النهاردة في ضوء قصص سيدنا نوح مع ابن سيدنا نوح يا جماعة والله العظيم يا ابني انت وبنتي اللي بتسمعوني دلوقت ما هتلاقي حد بيخاف عليك ادي والدك والدتك اقسم بالله ما هتلاقي حد بيحبك ادي والدك والدتك سيبك من الكلام ده كله 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 مش هتلاقي حد بيقلع عليك ادي والدك والدتك مش هتلاقي حد يتمنى لك الخير ادي والدك والدتك مستحيل ده ده سنة الله في الكون ولن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلا فتأكد لما ولدك أو ولدتك يدلك على شيء اعرف ان فيه الخير اعرف ان فيه الخير اعرف ان فيه الفلاح وفيه الصلاح وفيه النجاح فكان المكسب لمين؟ لسيدنا نوح في الجيل بتاعه للشرع على العقل فالعقل إن لم يهتد بالشرع فلا قيمة له أيوه إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده قال سقاوي إلى جبلي يعصمني من الماء الولد حسبها بالعقل هطلع فوق جبل والماء مش هتوصل ما تقلقش يا با زي النهاردة قبل الامتحان كده بشهر هابدأ اذاكر ما تقلقش هجيب ملخصات وذاكرة ما تقلقش ما تقلقش ده أنا هدخل على النت كده واشوف الاجابات ما تقلقش يا هجيب مجموع في اخر السن مش انت عايز مجموع هجيب طيب إزاي هجيب مجموع انت ما ذكرت شاب زي اللي ذكره خده ايه لا خد بالاسباب وتوكل على الله وهتلاقي النجاح والصلاح والفلاح والله قال سقاوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال سيدنا نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم شوف الامر خد ايه شوف بقى اللي بين سيدنا نوح وقف على باب السفينة كده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ها يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سقاوي إلى جبدا يعصمني من الماء سيدنا نوح رد عليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين المشهد اللي معنا بقى ده عبارة اتنين في واحد واحد وحال بينهما الموج الموج طلع مرة واحدة فجفاصل سيدنا نوح عن ابنه هم بيتكلموا بعض كده الله يكون في عن سيدنا نوح بصراحة الابن ابن والله العظيم الولد قطعتهم من قلب أبيه وأمه افهم كده يا ابني فهو بيقول له يا ابن اركب لا مش هركب يا ابني تعالى الناس في غرق لا مش هغرق يا ابني اركب معنا قال له سقاوي إلى جبال يا شوف بص فيه أب وأم يعني من كتر المناه ده جابوا أخيرهم ما تتعب شابوك أمك كتر من كده يا أخي بقى يا ابني انت وبنت لو تسمعوني كفاة بقى كفاة من نهده يا ابني أبوك ومك شافه كتير عشان يوصلوك لمرحلة دي عشان تقعد في القوضة دي عشان تقعد على المكتب ده عشان تنامع السرير ده عشان تاكل اللقمة اللي قدامك دي عشان تدخل المدرسة دي عشان تركب السيارة دي مش في يوم وليلة تعبوا كتير ياه انت مش مقدر ليه فييجي الله 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 وسيدنا نوح بيكلمه يا ابن اركب لا مش هركب يا ابن كده اخد بالك خايف ان الموج يعمل معاك انت وبوك زي ما عمل بينهم الموج عارف النهار ده يعني حالة بينهم الموج تبص تلاقي ما تلاقيش والدك تبص ما تلاقيش والدتك رحوا فين انا لله وانا اليه راجعوا ابو يا حبيبي رح فيه مات بعد موت ابوك من اصعب اللحظات من اصعب اللحظات خروج جسد ابيك من البيت للمرة الاخيرة ياه بص مرارة مرارة مش قادر انساها من اصعب اللحظات الحق خير امك ماتت ياه اغتانم موجود ابوك امك يا ابن عشان خطر والله انت لو قدامي ابوك راسك عشان خطر يا ابن انت في نعمة يلا بوك موجود وامك موجودة انت في نعمة اغتانم هذه النعمة بابان مفتوحان لك الى الجنة اتنين بيضللوا عليك كتب خارجية بيجبولك دروسه بيدوك اكله بيأكلوك مصاريفه بيصرفه عليك اكتهد انت بقى انت في نعمة كبير قوي شد حيلك لان بعد كده مفيش اخ كبين في اخوه بعد موت ابوك بتتكشف بعد موت امك بتقع هدي معنى وحالة بينهما الموج فانعايز اقول النهاردة زي ما حالة بينهما الموج ممكن بين ابوك وامك وانت وحالة بينهما الموج وساعتها هتقول يا ريت وهتندم ومش هينفع الندم وحالة بينهما الموج هدي المشهد الاول فكان من المغرقين مين ابن سيدنا نوح يا الله وشوف لطفة ربنا بسيدنا نوح قمة اللطف وقمة جبر الخواطر من الله لسيدنا نوح في قوله وحالة بينهما الموج اصعب شيء واشد شيء ان الابن يموت قدام ابوه عارف الاب والام لما يموتوا قدام ابنهم صعب اه بس الاصعب والاشد ان الابن يموت قدام ابوه او امه ياه ولذلك كان من اصعب شيء ان سيدنا ابراهيم ريح يزبح ابنه بايده من اصعب شيء اما ليه ولذلك قالوا من اللي كان اشد بلاءا ابراهيم هو بيزبح اسماعيل ولا اسماعيل هو بيزبح قالك لا ده البلاء الاشد على الاب لان الاب بيزبح حتة منه اه كان ابراهيم اشد بلاء من اسماعيل طبعا فعايز اقول لك خايف ان تجي في يوم وحالة بينهما الموت فكان قمة اللطف اللطف الله بسيدنا نوح وحالة بينهما الموج خلاص ربنا جعل الموج يفصل بين سيدنا نوح وبينه ابنه يعني مش شايفه وبعد ما فصل الموج فكان من المغرقين ايه جبر الخواطر هنا ان ربنا جعل سيدنا نوح ما يشوفش ابنه هو بيموت عشان ما يتعذبش بقى عشان ما يتأزاش فالموج فصل وبعد كده ابنه غرق شوف ربنا لطيف ازاي الله لطيف بعباده دي كانت بعض التأملات وبعض الدروس لابنائنا وبناتنا والاباءنا وامهاتنا ان شاء الله هنكمل مع سيدنا نوح في يوم الخميس المقبل في الحلقة الجديدة بإذن الله في برنامج القصة الحق كل يوم خميس الساعة الثامنة والنصف ثمانية ونصف بعد الإشاء كل يوم خميس من كل إسبوع على قناة الرحمة المباركة ان شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة متابعتكم تشرفنا وتواصلكم يسعدنا اشهد الله أن نحبكم في الله هذا إن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان من خطأ أو سهو أو ذال فمن ومن الشيطان ورحم الله الآباء والأمهات وبارك في الموجودين والموجودات برحمته فهو أرحم الرحمين أشوفكم على خير إن شاء الله ودائما ما تنسوه صلى على الحبيب البكي طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة